اهلا بحضراتكم النفايات الالكترونية تعد من ابرز المخلفات التي تؤثر على كوكبنا لكن هل عندك معلومة انك ممكن تستفاد من هذه المخلفات من مخلفاتك الالكترونية او منتلكاتك الالكترونية القديمة بل من الممكن ايضا ان انت تكسب منها ده اللي هنقول لحضراتكم خلال هذه التغطية نتيجة خطر المخلفات الالكترونية بدأت الحكومة المصفية في التفكير في تحويل هذا الخطر الى كنز والاستفادة من هذه المخلفات الحكومة اطلقت تطبيق لجمع الموبايلات واجهزة الكمبيوتر القديمة وده مقابل خصومات بشركات المحمول ونجحت في جمع اكثر من 60 طن لتدويرها بالمصانع للتخلص الامن واستغلالها اقتصاديا يوم 14 اكتوبر ده كان اليوم العالمي للنفايات الالكترونية والتاريخ ده من كل عام بيكون فرصة ذهبية لحت جميع الدول والمؤسسات والاشخاص على ضرورة الاستفادة من نفايات المعدات الكهربائية والالكترونية وتشجيع المستهلكين على اعادة التدوير خلونا نقول لحضراتكم بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع حجم المخلفات الالكترونية يبلغ 90 الف طن سنويا اي 58% منها من القطاع الخاص و23% من المنازل و19% من القطاع العام ويمثل انتاج صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المخلفات الالكترونية من 66 الى 73 طن من الاجمالية وباقي القطاعات الاخرى جميعها تنتج نفس الكمية المتبقية وذلك بحسب بيانات رسمية من وزارة البيئة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاونت مع وزارة البيئة للتخلص الامن من هذه النفايات في الوقت نفسه تنمية صناعات تدوير المخلفات الالكترونية لخلق فرص عمل واكتذاب استثمارات حتى تصبح مصر مركزا اقليميا للدول الافريقية والعربية لتدوير المخلفات الحكومة بدأت خطوات مواجهة قضية المخلفات الالكترونية باطلاق تطبيق الالكتروني بهدف جمع المخلفات الالكترونية من المنازل لأول مرة في مصر وذلك كمرحلة لدعوة المواطنين الى سرعة التخلص الامن من المخلفات الالكترونية الخطرة مقابل نقاط وخصومات للتحفيز على هذه المبادرة تعاقد التطبيق مع شركة ايبودفون وامان من اجل فصول المستهلكين على منتجات من خلالهما وذلك مقابل عدد النقاط التي جمعوها من بيع المخلفات الالكترونية الخاصة بهم حيث يحصل المستهلكون الذين يسلمون المخلفات الالكترونية في ملاكز التجميع المنتشرة في بعض المحافظات على كبونات خصم على المنتجات وبلغ اجمال ما تم جمعوه اكثر من ستين طن وذلك منذ اطلاق التطبيق في ابريل عام 2021 وبلغ اجمال عدد نقاط تجميع مخلفات الالكترونيات اكثر من خمسة وثلاثين فرع في محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والغربية والدقهلية والسيود ويتم جمع الاجهزة الالكترونية الاصغر حجما بما في ذلك الهواتف المحمولة واجهزة الكمبيوتر المحمولة واجهزة الشحن والكاميرات والعاب الفيديو وشاشات الكمبيوتر الصغيرة على ان يتم تدوير هذه المخلفات في 11 مصنع لتدوير المخلفات الالكترونية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من اكتوبر ويستهدف المشروع تقديم الدعم المتكامل وتحفيز المشاركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجالات اعادة تدوير النفايات الالكترونية بمصر الى جانب تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال والاستفادة من خبرات الشركات الاستشارية العالمية لمساعدة وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية التي تسعى لدخول واستهداف الاسواق الخارجية حيث تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء بالتعاون مع الجهات المشاركة والتي تهدف الى الحد من الاثار البيئية السلبية الناجمة عن التوسع في استخدام اجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضا تتضمن هذه الاستراتيجية حماية ألبيئة من المخرجات الضرة للتكنولوجيا من خلال استخدام الأسليب العلمية الصحيحة لإدارة دورة حياة المخلفات الإلكترونية بدءا من تجميعها ثم التفكيك والتصنيع أو التصدير حتى التخلص الآمن لها بالطبع تعتبر الإلكترونيات الأكثر استخداما في حياتنا اليومية زي التلفزيون الكمبيوتر المحمول وغيرها زي الأجهزة اللوحية والبطاريات والفاكس والأجهزة المنزلية زي التلاجة والمايكروغيف وغيرها وفي عام 2022 يأتي تركيز اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية على العناصر الصغيرة من النفايات الإلكترونية تحت الشعار أعيد تدوير كل شيء مهما كانت صغيرة مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم